اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأ على بركة الله طبعا السؤال الاول بيكون عبارة عن القرآن الكريم اقرأ قوله تعالى ثم اجب قال تعالى اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ الناس اشتاة ليروا اعمالهم رقم الف اكتب المحذوف من الايات السابقة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاة اختر معنى زلزلت انشقت اهتزت انفجرت الزلزال اللي هو الاهتزاز باي شيء تتكلم الارض يوم القيامة تعالوا كده نستخرجها من الاية الكريمة واخرجت الارض وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث ايه اخبارها يبقى تتحدث تتحدث بالاخبار والاحداث التي حدثت عليها تمام في الدنيا حتى يوم القيامة ما نوع المد في كلمة الانسان طبعا المد عندي يا مد نقول عليه اصلي تمام اللي هو ايه الاصلي اللي هو الطبيعي اللي هو الطبيعي او نقول عليه مد ايه فرعي مد فرعي اللي هو لما بيجي حرف مد وبعده ايه وبعده سكون او مد وبعده همزة تمام يبقى المد الطبيعي اه مد طبيعي جدا ما فيوش اي مشكلة ما فيوش ايه زي كده بيقى فيه حرف مد يا اما الالف يا اما الواو يا اما ايه يا اما الياء لكن الفرع بيكون حرف مد زائد سكون او مد زائد همزة هنا فين المد هنا الالف هل بعدها سكون او همزة لا يبقى دا اسمه مد ايه مد طبيعي مد طبيعي الحديث الشريف من دعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من نؤط مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى نؤط كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من نؤط شيئا من دعا الى هدى كان له من ايه من الاجر من الاجر مثل اجور من تبعه طيب ومن دعا الى نؤط كان عليه من الاثم ومن دعا الى ضلالة ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم يعني اللي بيدعو الى الضلالة بيأخذ اسمه على الناس اللي بتعمل نفس الزنب اللي هو أعلمه لهم وكذلكم أيضا يأخذ الزنب اختر معنى تبعه سمعه أطاعه مشي معه تبعه أطاعه إلى ما يرشدنا الحديث الشريف يرشدنا إيه إلى دعوة الناس الناس إلى الخير والهداية والعمل الصالح والهداية والعمل الصالح ممكن بقى عايز تكمل وتقول وعدم دعوة الناس إلى الشري تمام صح يلا نروح ثالثا العقيدة أجب عما يلي صل الجمل في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني مسامحة الآخرين والعفو عنهم من لطف الله بعباده يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أن وصل إيه مسامحة الآخرين والعفو عنهم بيه لمن تساوت حسناته وسيئاته من أسباب النجاة يوم القيامة فرض عبادات يمكن آداؤها بسهولة ويسر مسامحة الآخرين والعفو عنهم اه تمام دي من أسباب النجاة يوم القيامة من أسباب النجاة يوم القيامة من لطف الله بعباده اللطف بتاع ربنا سبحانه وتعالى أن عمل معهم اه فرض عبادات يمكن آداؤها بسهولة ويسر يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم تمام لمن تساوت حسناته وسيئاته اكتب اثنين من الأعمال الصالحة التي تدخل العبد الجنة عايزين حكتين كده من الأعمال طبعا في درس ايه في درس وصف الجنة فيه ايه مثلا ممكن نقول ايه اه ممكن نقول من أهم ذلك الصلاة على وقتها ده سبب كبير اوي لدخول الجنة ايه كمان حسن الخلق ده ايضا سبب من أسباب دخول الجنة طبعا ممكن زوجين تبقى تقول لي ايه مثلا بروا الوالدين تمام ممكن تقول المذاكرة وطلب العلم كلها ده من أسباب دخول الجنة اختر الإجابات الصحيحة نقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الخروج من المسجد دخول المسجد كلاهما صواب لا طبعا دخول المسجد الخروب بنقول ايه اللهم انا نسألك من فضلك القدرة المادية والجسدية شرطان ليه مادية وجسدية يعني معك فلوس وتقدر الصوم ولا الصلاة ولا الحج يبقى دي فيه عبادة ايه عبادة بدنية وفيها مالية تمام يبقى الحج من اقترض مالا ولم يستطع رده فله نصيب من الزكاة لأنه ده بنسميه ابن السبيل ولا من الغارمين ولا أسير ده اللي اقترض ماله مش قادر يسده ده من الغارمين اللهم المديونون خامسا ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة نقضت قريش صلحة الحديبية فكان فتح مكة بوحي من الله عز وجل آه تمام الصحيحة الحديبية كان قد ايه عشر سنوات لكن قريش نقدت المعاهدة بعد سنتين قتل بني اسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام لا طبعا بل رفعه الله اليه اما القتلوا منه صلبوا من من شبها لهم وكان من اتباع سيدنا عيسى خد بالك كان من اتباع سيدنا عيسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه العبارة صحيحة اذكر اثنين من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في خد بالك فيه وصايا وفيه وصايا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلازم نحفظ دي ولازم نحفظ دي هنا بيقول عايز اثنين من وصايا الرسول في خطبة الوداع اول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها الحفاظ على حقوق العباد من حقه حق الدماء وحق الاموال طيب ايه كمان احترام النساء احترام النساء وتقدروهن تمام ممكن نكتب ايه كمان ممكن نكتب الالتزام بالقرآن والسنة الالتزام بالقرآن وايه كمان والسنة تركت فيكم ما انتمسكتم به ايه كمان التعايش فيه تواضع وسلام مع الناس التعايش فيه تواضع وسلام مع الناس ولكن دي اهم ايه اهم الوصائف انتنا حبيبي من الامتحان الأول يلا مع بعض نروح للاختبار اتنين أولا القرآن الكريم اقرأ قوله تعالى ثم أجب قال تعالى يومئذ يصدر الناس نقط ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يومئذ يصدر الناس ايه أشتاة يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ما معنى مثقال مثقال معنى وزن عدد نوع مثقال يعني وزن ذرة مثقال معنى ايه وزن ذرة ماذا نتعلم من قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نتعلم ايه أن الإنسان هيعمل ايه يرى كل ما فعله من شر يوم القيامة ولو كان ايه صغيرا يبقى هنتعلم أن الإنسان يرى كل ما عمله ما عمله تمام طبعا هنا بيقول لنا ايه ذرة شرا يعني ما قالش اللي اتنين يبقى انا اقول يرى كل ما عمله من من شر ولو ايه ولو كان قليلا او انه صغيرا تمام ما نوع المد في اعمالهم احنا للسائلين فيه مد طبيعي ومد فرعي طيب برضو ممكن نخد بالك ممكن نقول أصلي وفرعي اصل وفرعي يعني كلمة اصل وفرعي واحد كلمة اصلي وفرعي واحد طيب هنا فين حرف اعمالهم المد بالألف هل في بعدها همزة او سكون لا يبقى ده مد ايه مد طبيعي او تقول عليه مد اصلي قال صلى الله عليه وسلم ان المقصطين عند الله على نؤط من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون في نؤط اهليهم وما ولو ان المقصطين عند الله على على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا اختر معنى المقصطين إن المقصطين عند الله ده حاجة جميلة العادلين ولا الصادقين ولا العالمين العادلين خد بالك برضو علشان ممكن تجيلك القسط اللي هو إيه؟ العدل القسط العدل ما الخلق الذي نتعلمه من الحديث الشريم خلق إيه؟ خلق العد أن يكون الإنسان عادلاً أن يكون الإنسان عادلاً عادلاً في حكمه حكمه على نفسه وعلى أهله وعلى الذين تولى الحكم عليهم أو رئاسة عليهم ثالثاً العقيدة أكمل بالمناسب مما بين القوسين عدم يحزنون يرفعاني أهل الجنة لا يمرضون ولا يهرمون ولا نؤط ولا يموتون أهل الجنة لا يحزنون أهل الجنة لا يحزنون ولا يموتون نشر العلم والدعوة للخير نؤط شأن الإنسان في الدنيا والآخرة تنشر علم تدعو للناس الخير يعني أهل الجنة لا يرفعان اللي اتنين إيه؟ يرفعان الله تعالى صاحب الحياة التامة الكاملة التي لا يسبقها التي لا يسبقها إيه؟ لا يسبقها عدم أنا عايزك بقى تحفظ العبارة دي ودي معنى إيه؟ معنى اسم الله الحي تمام؟ احفظها اكتبها عندك واحفظها يعني الله الحي يقولك ما معنى الله الحي؟ تلقيه أنه صاحب الحياة التامة الكاملة التي لا يسبقها عدم وليس بعدها موتيني صاحب الحياة التامة الكاملة التي لا يسبقها عدم وليس بعدها موت اذكر أمثلة لأعمال تثقل كفة الحسنات طبعا فيه حاجات كتير جدا فيه مثلا إيه؟ فيه حسن الخلق فيه مثلا الصدقة فيه مثلا قول الحمد لله تثقل الميزان في سبحان الله في بر الوالدين تمام ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة من أداب المسجد خفض الصلاة عند قراءة القرآن بعد الصلاة العبارة طبعا من أداب المسجد لا يجوز إخراج الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات لا غلط نقول إيه وفي سبيل الله تكلم لما شرحناها في آخر الدروس وفي سبيل الله قلنا في أعمال البر وأعمال الخير قلنا شرحنا مثلا كتزوج الأرامل كتزوج الشباب الفقراء اللي مش قادرين تزوجوا كبناء مدارس كبناء مستشفيات خيرية الزكاة تحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع التكافل يعني التعاون والترابط ده حاجة كويسة جدا طبعا كيف نشكر الله تعالى بقلوبنا بين إيه أول حاجة الاعتراف بها والرضا وقبول عطاء الله سبحانه وتعالى يبقى بأن أن نعترف بها يعني تعرفها أنا ربنا أنعم علي بالعين ربنا أنعم علي بالصحيم أنا كده اعترفت بيها طيب وكمان ونرضى بها الحمد لله رضينا بيها طيب وإيه كمان ونقبل نقبل عطاء الله لنا في كل إيه في كل حال في كل حال يعني في كل حال سواء بقى ربنا أعطاك القليل أو أعطاك الكثير السير والشخصية كان عدد المسلمين في حجة الوداع ثلاثة ألاف عشرة ألاف مئة ألف كان العدد كام احفظ بقى اللعن هاورهولك ده بطل في حجة الوداع دي كان إيه مئة ألف يبقى دي حجة الوداع تمام لكن في فتح مكة كانوا عشرة ألاف جندي فتح مكة احفظ رقم من دول عشان ما اطلقوا باتش بينهم في فتح مكة كانوا كام عشرة ألاف في حجة الوداع مئة ألف برع قوم سيدنا عيسى عليه السلام في الطب السحر النحت في الطب الميقات هو نقط الحاج أو المعتمر المكان الذي يحرم منه حدود مكة التي يدخل منها الأول والثاني المكان الذي يحرم منه يحرم منه تبدأ تلبس فيه ملابس الإحرام وموقتها انت دخلت في أعمال الحج اذكر موقفا يدل على مكانة السيدة خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك ومش بقولك اذكر موقف من موقف السيدة خديجة كانت بتعمل ايه ان هي بقى ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها تمام لكن هنا لكن هنا عاوز الموقف اللي النبي عمله يدل على مكانة السيدة خديجة عنده صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه يذكرها دائما يبقى كان ايه يذكرها يذكرها دائما ويرسل ويرسل الى صديقاتها اذا ذبح شاتا اذا ذبح شاتا او تقول كان اذا ذبح شاتا يرسل الى صديقاتها يلا نروح الاختبار ثلاثة قال تعالى ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم من ربكم اني اخلق لكم من الطين الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرس باذن الله اكتب المحذوف من الايات السابقة ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه بآية جئتكم بايه بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئات يعني على شكل على شكل الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرس وكمان واحيي واحيي الموت باذن الله معنى الاكمه الاكمه هو الانسان الذي ولد اعمى الذي ولد اعمى انسان ولد اعمى يسمى اكمه ما المعجزات التي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام اول حاجة ايه نخد من هنا يجعل يجعل من الطين طيرا ايه طيرا حيا فيه روح تمام ايه كمان فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه يعني يشفي الاعمى وايه كمان والابرس الابرس اللي عنده مرض البرس وايه كمان ويحي الموتى طبعا كله ده ايه باذن الله يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه هذه المعجزات ما نوع المد في قوله تعالى اني اخلق اني اخلق طيب تعالوا نشوف يا حبيبي حرف المد حرف المد هنا ايه هو الياء الياء المد هل اتى بعده همزة او سكون نعم اتى بعده ايه همزة اذا المد ده مش طبيعي اما الايه ده مد فرعي جميل طيب المد الفرع ده ده بعده همزة يبقى اما متصل او منفصل او عارض للسكون لا هنا مش عارض للسكون وهنا بين كلمتين يبقى منفصل فرعي منفصل فرعي منفصل اقرأ ثم اجب قال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى نؤت في جحرها وحتى الحوت نؤت على معلم الناس يلا اكتب المحذوف ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملت حتى النملت في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير اهل السماوات والارض يصلون معنى يصلون ايه يدعون يرحمون يعبدون يدعون طبعا اللي بيرحم ربنا واللي بنعبده ربنا سبحانه وتعالى لكن هم بيدعوا لمعلم الناس الخيرة الى ما يدعون الحديث الشريف الى حكتين اتنين طلب العلم وإيه كمان وتعليمه للناس التعلم العلم علمه للناس يدعو لك هذه الاشياء ضع علامة صح امام العبارة الصحية وعلامة خطأ امام غير الصحيحة يوم القيامة يرى العبد سيئاته التي تاب عنها كما هي لا طبعا ده غلط قد بالك دي من قوانين الحساب يوم القيامة اكتب فوق كده قوانين الحساب يوم القيامة يقول لك ايه يوم القيامة اللي بيحصل والقوانين الموجودة فيه ايه منها ان الله سبحانه وتعالى يبدل يبدل السيئات الى حسنات ده امت فحالة واحدة بس اذا تاب العبد منها ايه يلا نكتبها اذا تاب العبد منها اللي يتوب من السيئات اللي عليه ربنا يبدل هذه السيئات الى حسنات لا ينبغي ان يحتقر العبد الخير اليسير لا ينبغي ان يصح تمام لو عندك اي خير اي خير لا تستقل ولا تهزأ به فرش الجنة من افضل انواع الحرير طبعا صح كيف تكون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة خد بالك لأهل الجنة يعني هما دخلوا الجنة خلاص لكن النبي برضو ها يشفع لهم يشفع لهم بان يرفع درجاتهم في الجنة بان يرفع درجاتهم درجاتهم في الجنة تمام اجب عما يلي اخترق الاجابات الصحيحة صلاة تحية صلاة تحية المسجد تكون عند الوضوء دخول المسجد اقامة الصلاة تكون عند ايه لا يسمعها تحية المسجد يبقى عند دخول المسجد الزكاة تزيد المال بركة تفيد الجميع كلاهما صواب يعني عايز يقول لنا ايه ان المزكي الغاني المزكي المال بتاعه بيزيد فبيستفيد المجتمع بيستفيد كلاهما صواب المسافر الذي لا يجد ما يصل به الى بلدي هو ابن السبيل من الغارمين من المؤلفة قلوبهم ابن السبيل ما الفرق بين الفقراء والمساكين طبعا احنا قلنا الفقراء اقل حالا من ايه من المساكين الفقراء نبدأ الاول كده مثلا نقول ايه الفقراء هم ايه الذين لا يجدون لا يجدون ما يكفيهم او ما يكفي حاجتهم حاجتهم للمعيشة لا يجدون اخد بالك لا يجدون ما يكفي حاجتهم للمعيشة ما عمش اي حاجة خالص اما المساكين المساكين المسكين دمه المسكين دمعه ولكن يملك او يملكون لو بنكلم في الجمع يملكون القليل يملكون ايه القليل فلا يكفي حاجتهم حاجتهم الاساسية تمام يبقى الفقراء اقل حالة دمعوش خالص اما المسكين دمعة ولكن الحاجة بتاعتهم اللي بعدها مش مكفي من هو من هي يعني اقول للشخصية دينين المرأة التي بشرت ببيت في الجنة وجاءها السلام من الله تعالى مين مين السيدة خديجة السيدة خديجة رضي الله عنها تمام صحابي جليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يستمع الى قراءته للقرآن دمين سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اكثر الصحابة ثباتا يوم فات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا طلب الحواريون من سيدنا عيسى ومما حذرهم ان ينزل عليهم مائدة من السماء من ايه السماء تبقى السبب يأكلون منها وتكون لهم عيدا يأكلون منها وتكون لهم عيدا وكمان ويوقنون بصدق سيدنا عيسى عليه السلام طيب مما حذرهم حذرهم من ايه حذرهم من عدم الايمان وعدم شكر شكرها شكر هذه اللي هي نزول المائدة تمام بعد نزولها حتى لا يتعرضوا للعذاب حتى لا يتعرضوا لعذاب الله نقولها تاني يا الله الانزل عليهم مائدة من السماء حذرهم من ايه من عدم الايمان وعدم شكرها بعد نزولها حتى لا يتعرضوا لعذاب الله يلا نروح لاختبار اربعة القرآن الكريم اقرأ قوله تعالى قال تعالى فإن مع العسري إن مع العسري يسرى فإذا فانصب وإلى ربك اكتب المحذوف من الآيات السابقة فإن مع العسري يسرى إن مع العسري يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب معنى النصب القيام التعب الدعاء معناها التعب بما أمر الله تعالى رسوله في قوله وإلى ربك فارغب أمره بالالتجاء إلى الله إلى الله تعالى بالالتجاء إلى الله تعالى والإخلاص له والإخلاص له ما نوع المد في قوله تعالى وإلى ربك فارغب دور على المد الألف المد اللي ينادي هل بعدها همزة أو سكون لا يبقى على طول كده تقول لي مد طبيعي مد طبيعي طيب مقداره كم حركة المد الطبيعي مقدار حركتين مقدار حركتين يبقى لو جالك مد لازم يجي لك في الامتحان مد بصكنا على حرف المد هل حرف المد ده بعدها همزة أو سكون لا يبقى خلاص ده مد طبيعي والمد الطبيعي بيكون حركتين اتنين طيب جاء بعدها همزة أو سكون يبقى ده مد مد فارعي مد فارعي ما من يوم قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مؤت ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا نؤط ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا اكتب المحذوف ما من يوم يصبح العباد فيه إلا إلا ملكان ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا المنفق اعطلوا خلفا يعني يعني عوضا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا اختر معنى تلفا تلفا معناها هلاكا 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 لما كنزه يعني يعني اللي هو مرضيش يعطيه وكمله واتدخر ما جزأ من ينفق فيه سبيل الله عز وجل حكتين اتنين اللي بينفق ربنا يبارك له يبارك له في ماله يبارك له في ماله بس كده لا طبعا ويزيده كمان ويعوضه ويعوضه أكثر مما أنفقه أكثر مما أنفقه طيب يلا العقيدة اختر إجاباتها الصحيحة الأواني التي يأكل منها أهل الجنة من الزعفران والمسك اللؤلؤ والياقوت الذهب والفضة هتكون من الذهب والفضة نسأل الله لنا ولكم الجنة من كان يؤذي الناس ولم يرد حقوقهم في الدنيا فهو الرابح المفلس التائم ده بنسميه المفلس حديث المفلس مهم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى يكون فيه التشهد الفاتحة دعاء الركوع بيكون فيه التشهد ما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي إيه كلنا حفظينها الصلاة رابعا العبادات أجيب عما يلي ضع علامة صح أمام العبادات المالية اللي بيت تدفع ففلوس الصدقة نعم حصن الظن بالله دي عبادة قلبية الزكاة نعم الصيام لا خلاص النية لا طيب والحج نعم ليه لأنه بندفع فيها أموال هي بدنية وأيضا مالية ما دور صلاة الجماعة في التقارب بين أفراد المجتمع بتعلمنا إيه تعلمنا المساواة 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 تعلمنا المساواة وإيه كمان والتواضع والاندماج في المجتمع والاندماج في المجتمع أجب عما يلي صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني عمرو ابن سالم الخزاعي عمل إيه أرسلته قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدد معه العهد استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قتلت قبيلة بني باكر أفرادا من قبيلته عرف بأمانته وحبه للقرآن الكريم عمرو ابن سالم الخزاعي استغاث برسول الله عبد الله ابن مسعود أرسلته قريش إلى الرسول واللي عرف بأمانه عرف بأمانته وحبه للقرآن أبو سفيان بن حرب أرسلته قريش ليجدد العهد ما آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال إيه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وإيه كمان والحقني بالرفيق الأعلى نحفظها يا حبيبي نحفظها اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى يلا آخر اختبار معنا الاختبار الخامس اقرأ قوله تعالى ثم أجل قال تعالى الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم يلا نقول تاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع نحفظ الآيات عنده إلا بإذنه يعلموا بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلى آخر الآية الكريمة أكمل معنى سنة سنة معنها إيه معناها غفوة غفوة ونعاس غفوة ونعاس الذي يكون قبل النوم ما معنى اسم الله تعالى القيوم القيوم هو الذي إيه لا يعتمد هو الذي لا يعتمد في وجوده على شيء إيه كمان لازم نديه مهمة جدا جدا ويقوم ويقوم شؤون جميع خلقه جميع خلقه بإيه كمان برعايتهم وإيه ورزقهم نقولها تاني الله هو الذي لا يعتمد في وجوده على شيء ويقوم على شؤون جميع خلقه برعايتهم برعايتهم ورزقهم ما نوع المد فيه شاء وما حكمه تعالوا ناخد بالنا ركز بقى معايا بطل ركز معايا هنا فيه فين المد تمام بعده همزة أو سكون نعم يبقى ده مد ايه مد فرعي مد فرعي جميل طيب المد الفرعي ده متصل ولا منفصل لا ده في كلمة واحدة يبقى متصل فرعي متصل حكمه ايه الحكم هنا واجب واجب يعني لازم تقرأه لازم تقرأه ما ينفعش اقول شاء لا لازم اقول ايه شاء طيب مقداره كام لو قالك المقدار من أربعة إلى خمسة يعني أربع حركات أو خمس حركات قال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة ونؤط وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ونؤط دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن نؤط حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من نؤط فطرحت عليه ثم ما طرح فيه نؤط إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة و وصيام وكمان وزكاة طيب تمام وأكل مال هذا و سفك سفك يعني أراقة أراقة دم هذا فإن نؤط حسناته فإن إيه فإن فنيت فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فيه النار معنى طرحت ألقيت معنى طرحت ألقيت مما يحذرنا الحديث الشريف يحذرنا من ظلم الناس ظلم الناس إيه كمان والاعتداء على حقوقهم والاعتداء على حقوقهم تمام يحذرنا من ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم ضعلمة صح أو علمة خطأ من رحمة الله بالعباد أن هناك حسابا في الأخيرة طبعا الصدقة على الأقرباء لها أجران أجر الصدقة وأجر صلة الرحم نعم قد يمرض أهل الجنة ولكنهم لا يموتون غلط لأن المرض بيجيب الحزن والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنهم لا يحزنون ماذا نتعلم من اسم الله تعالى القيوم هنتعلم إيه حبيبي احنا عرفنا أن القيوم اللي هو إيه يقوم بجميع شؤونه بنفسه دون الاعتماد على أحد يبقى نتعلم القيام بمسؤولياتنا باهتمام دون إهمال دون إهمال أو اعتماد على أحد رابعاً أكمل بالمناسب مما بين القوسين الحج النصاب الفجر في الصيام نمتنع عن المفطرات من طلوع نقط حتى مغرب الشمس من طلوع الفجر نتعلم من نقط التعامل مع الثقافات المختلفة من كل مكان في العالم تعلم من إيه؟ من الحج تجب الزكاة في المال إذا بلغ نقط ومر عليه عام هجري بنسميه العام الهجري بنسميه الحول أما المال ده بنسميه النصاب النصاب ماذا نقول عند الخروج من المسجد أن أقول اللهم اللهم إني أسألك من فضلك الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك لازم عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه جميع الغزوات نعم سمي العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة بعمل حزن نعم من معجزات عيسى عليه السلام تحول عصاه إلى ثعبان لا طبعا خطأ ده من معجزات سيدنا موسى بما وصفت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل من غار الحراء هل يقوله إيه إنك إيه إنك لتصل الرحم لتصل إيه الرحم وتحمل الكل وتحمل الكل وتكسب وتكسب المعدومة تمام وتقري الضيفة وتقري الضيفة وتعين وتعين على نوائب الدهري تمام يا حبيبي؟ بكده نكون انتهينا من مراجعتنا خمس نمازج من نمازج سلاح التلميذ على مادة الدين الفصل الدراسي الثاني في النهاية أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا اللقاء ولا تنسوا الشراكة في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة وضغطوا إعجاباً وطعليقاً دعماً لنا لنستمر في ناشي المزيد من الفوائد سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لكم مني أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته